هذا وأعلنت الوزارة أن مجموعة من حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا في مملكة البحرين حتى ليلة أمس الأحد قد بلغ 274 960 شخصا وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لهذا اليوم تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 3211 حالة التطعيم هذا وتستمر الحملة الوطنية للتطعيم وسط إقبال لافت من قبل المواطنين والمقيمين حيث وفرت مملكة البحرين أربعة لقاحات آمنة ومعتمدة لتوفير الحماية اللازمة ضد فيروس كورونا من خلال المناعة الجماعية التي ستوفرها جرعات التطعيم للحد من انتشار الفيروس والوقاية من الإصابة به وجددت وزارة الصحة دعوة كافة أبناء المجتمع إلى المبادرة والتسجيل للتطعيم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو التسجيل عبر تطبيق مجتمع واعي ترجمة نانسي قنقر